السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرحب بكم أعزائي الطلاب والطالبات في درسنا لهذا اليوم أنا المعلمة رشا منذر الجاسم لدينا درس في المرحلة الابتدائية للصف الخامس في مادة التربية الفنية عنوان درسنا التماثل الكلي والنصفي في زخارفنا الإسلامية في الفصل الدراسي الثاني قبل أن نبدأ كعادتنا ماذا نقول؟ أحسنتم بسم الله هيا نرى الآن إرشادات التعليم عبر قنوات عين أولا أجلس في مكان هادئ بعيدا عن الإزعاج والضوضاء والأصوات العالية والمرتفعة أيضا أجلس بشكل صحيح ومريح وأحضر أغراضي التي أحتاجها لدرسي وأيضا أنصت وأستمع جيدا لمعلمي ولمعلمتي لماذا؟ لأفهم الدرس وأتابع الدرس حتى نهايته لأفهمه وأستوعبه جيدا أيضا لدينا إرشادات ولكن في مادة التربية الفنية ما هي؟ أولا أتجنب استخدام الأدوات الحادة مثل المقص، المشرط، الدبابيس ماذا لو احتجت أن أستخدمها؟ رائع ألجأ للكبار لمساعدتي في ذلك أيضا أحافظ على النظافة لأنني قد أستخدم الألوان وقد أقص قصاصات من الورق كيف إذن أحافظ على النظافة؟ إذا اتسخت هدايا بالألوان أغسلها جيدا بالماء والصابون كذلك ملابسي لا ألطخها بالألوان طاولتي أيضا أبقيها نظيفة أين أضع النفايات إذن؟ أين أضع قصاصات الورق التي لم أعد بحاجة لها؟ أحسنتم أضعها في سلة المهملات طاولتي تبقى نويفة وكذلك فصلي هذه إرشاداتنا في مادة التربية الفنية ودرسنا هو كما أخبرتكم التماثل الكلي والنصفي في زخارفنا الإسلامية لدينا هدف عام وهو أن يتعرف الطالب والطالبة على مفهوم التماثل الكلي في الزخارف أما عن الأهداف الخاصة أولا أن يفرق الطالب والطالبة بين التماثل الكلي والنصفي ثانيا أن يكرر الطالب والطالبة وحدة زخرفية تماثلا كليا دعونا نتذكر ماذا أخذنا في دروسنا الماضية أو في درسنا السابق تكلمنا في درسنا السابق عن الزخارف ماذا نعني بالزخارف؟ هي رسومات وأشكال جميلة نرسمها على كثير من الأشياء من حولنا فتزداد جمالا إذن ما أنواع هذه الزخارف؟ تكلمنا في درسنا الماضي عن أنواع الزخارف لدينا النوع الأول كما ترون رسمنا أو قمنا بكتابة كلمات حروف أرقام آيات قرآنية فسميناها زخارف كتابية لأننا استخدمنا الكتابة بها إذن هي زخارف كتابية النوع الثاني قمنا برسم نباتات وأوراق أشجار أغصان ماذا نسمي هذا النوع من الزخارف الذي اعتمدنا فيه على النباتات؟ أحسنتم زخارف نباتية أما النوع الثالث أعتمدنا فيه على الأشكال الهندسية دوائر مثلث مربع فأسميناه زخارف هندسية إذن زخارف كتابية زخارف نباتية وزخارف رائع زخارف هندسية هذا ما تعرفنا عليه في درسنا الماضي أيضا قلنا أين نستطيع أن نجد الزخارف؟ في البداية أجدادنا زخرفوا كثير من الأشياء فازدادت جمالا زخرفة المنازل الأبواب كذلك الأواني نحن أيضا كما أجدادنا قمنا بزخرفة كثير من الأشياء دعونا نرى كما ترون هنا زخرفة أيضا الأواني لدي إناء مزخرف بزخارف نباتية أزهار أوراق نباتات كما ترون أيضا لدي كوب مزخرف إذن زخرفنا كثير من الأشياء من حولنا ازدادت جمالا كما ترون أيضا صناديق الهدايا بطاقات الهدايا أيضا زخرفناها كما ترون ما نوع هذه الزخارف؟ رسمنا دوائر إذن هي زخارف؟ أحسنتم زخارف هندسية أغلفت الكتب أيضا زخرفت فازدادت جمالا كما ترون زخرفنا كثير من الأشياء من حولنا هذا ما تعرفنا عليه في درسنا الماضي أيضا في درسنا السابق تكلمنا عن التماثل النصفي ماذا نعني في التماثل النصفي؟ قلنا أن التماثل النصفي لدينا هذه الوحدة الزخرفية نصفها في الأعلى متطابق ومتماثل تماما مع نصفها الذي في الأسفل دعونا نرى إذا قسمنا هذه الزخرفة ووضعنا خطا في المنتصف نرى أن الجزء العلوي الذي يحوي الرقم واحد متماثل تماما مع الجزء السفلي الذي رقمناه بالرقم اثنان دعونا نرى على قطعة الشفاف رسمنا هذه الزخرفة على قطعة الشفاف دعونا نقوم بثنيها ونرى هل هي تتماثل تماثلا نصفيا؟ أي أن نصفها الذي في الأعلى متماثل تماما مع نصفها الذي في الأسفل دعونا نرى قمت بثني هذه الورقة الورقة ورقة الشفاف كما ترون هذه الزخرفة تماثل تماثلا نصفيا نصفها الأول متماثل تماما مع نصفها الآخر تطابقت وتماثلت هذا ما تعرفنا عليه في درسنا الماضي ماذا عن التماثل الكلي؟ قلنا أن التماثل الكلي أن الوحدة الزخرفية كاملة تتماثل تماثلا كليا مع الزخرفة الثانية كما ترون رسمت دائرة زخرفة هندسية تماثلت تماثلا كليا مع الدائرة الثانية الزخرفة الهندسية الثانية أيضا لدي هذه الزخرفة على شكل مستطيل زخرفة هندسية سأجعلها تتماثل تماثلا كليا مع المستطيل الآخر أو الزخرفة الثانية هذا ما نعنيه بالتماثل الكلي عرفنا الفرق بين التماثل النصفي والتماثل الكلي دعونا نقوم الآن بحل هذا النشاط لدي في هذا النشاط أشكال هندسية كما ترون سوف أقوم بتلوين فقط المتماثل تماثلا كليا أي أنني لن ألون المتماثل تماثلا نصفيا أين هي المتماثل تماثلا نصفيا؟ هيا ابحثوا عنها أحسنتم كما ترون؟ هذا الشكل الهندسي المثلث متماثل تماثلا نصفيا الجزء الأول متماثل تماثلا نصفيا مع الجزء الآخر ماذا عن الزخرفة الثانية؟ رائع هي متماثلة تماثلا كليا إذا سأقوم بتلوينها إذا سألون بأي لون؟ رائع باللون الأخضر الألوان الخشبية لون أعزائي الطلاب والطالبات بالألوان التي تريدون تلوينكم دائما رائع وجميل ألون داخل الزخرفة كما نرى أنا ألون هذه الزخرفة المتماثلة تماثلا كليا أيضا ألون المثلث الآخر متماثل تماثلا كليا مع المثلث الأول تعرفنا اليوم الفرق بين التماثل النصفي والتماثل الكلي كما نرى قمت بتلوين هذه الزخرفة لون الزخرفة المتماثلة تماثلا كليا قمنا إذا بحل النشاط هيا نعود لشاشتنا ماذا لدينا أيضا بعد أن لوننا؟ لدينا توصيات لولي الأمر توفير بيئة هادئة ومحفزة للطالب والطالبة الحرص على الجلوس الصحيح مساعدتهم على حل الأنشطة تعزيز وتشجيع الطالب والطالبة أيضا كذلك مساعدتهم على نقل أثر ما تعلموه وتعميمه في مواقف مشابهة وتبكيرهم بما تعلموه باستمرار للاحتفاظ بما تم اكتسابه في الأخير ألقاكم إن شاء الله في الدرس القادم وكلكم نشاط وحيوية كعادتكم كانت معكم المعلمة رشا منذر الجاسم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة